الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الإخلاص هو أصل الأصول وسبيل الوصول إلى المأمول أمر من أعظم ما يكون ولذلك أمرنا به الجليل فقال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا أخلصوا كل شيء لله فلا يرون غيره حيث غمضوا أعين القلب عن الالتفات لغير الرب لسان حالهم ومقالهم كما قال ربهم جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ولذلك يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أرأيت رجلا غزى أراد أن يجاهد في سبيل الله عمل من أعظم ما يكون يلتمس الأجر أي عند الله والذكر بعض الذكر ربما يقال عنه شجاع مقدام فارس ما له يا رسول الله قال لا شيء له فأعاذ الرجل السؤال ربما لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غزى يلتمس الأجر أي عند الله والذكر شيء ثانوي تابع للأجر عند الله قال لا شيء له فأعادها ثالثة فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم وضح له القانون قال صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَبُتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُهُ الإخلاص متى وجد في الأعمال على شأنها أهل الإخلاص هم أهل السعادة هم الذين يسعدون بلقاء ربهم وخالقهم لأنهم لم يروا غيره قال تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه من أراد السعادة بهذا اللقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هم أسعد الناس حتى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يرجوها ويتمناها مجرد الشفاعة فما بالنا بأسعد الناس بالشفاعة يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال يا أبو هريرة لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد غيرك لما علمت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا من قلبه مع كلمة التوحيد ترفع شأن صاحبها إلى أن يصل إلى أن يكون أسعد الناس بشفاعة النبي كلمة التوحيد الممزوجة بالإخلاص تكون أثقل ما تكون في الميزان قال صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة ينادى عليه فينشر له من السجلات تسعة وتسعون سجل كل سجل مد البصر فيسأل هل تنكر من هذا شيئا؟ يقول لا يا رب أظلمك كتبت الحافظون؟ لا يا رب أفلك عذر؟ لا يا رب أفلك حسنة؟ لا يا رب فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم فتخرج له بطاقة رقعة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله يقول العبد يا رب ماذا تفعل هذه مع تلك السجلات فيجاب لا ظلم اليوم كلمة مزجت بالإخلاص فهي أثقل ما تكون في الميزان ولذلك لما وضعت استجلات في كفة ووضعت لا إله إلا الله بلسان الإخلاص في كفة ما كان منها إلا أن ثقلت وطاشت استجلات الإخلاص متى وضع في القليل كثرة ومتى وضع في الصغير كبرة لك أن تتأمل إنسان يتوضأ ويسل رقعتين عمل من أبسط ما يكون لكن إذا مزج بالإخلاص يرتفع بصاحبه إلى أن يصل به إلى الجنة قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي رقعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه بإخلاص إلا وجبت له الجنة أسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده المقلصين المقلصين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ترجمة نانسي قنقر